يمكن العالم كله بيتابع الساعات الماضية كواليس جلسة محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والحقيقة أنه منذ اليوم الأول لهذا العدوان والعالم كله بيسأل فين محكمة العدل الدولية بناء على الدعوة اللي قدمتها جنوب أفريقيا واتهمت فيها إسرائيل بممارسة الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في غز مبارح كان هناك فريق قانوني لدولة جنوب أفريقيا وجه هذه الاتهامات لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية وده بناء على اتفاقية منع الإبادة الجماعية اللي موقع عليها هذه الدول وابتدوا في اتخاذ الإجراءات علشان يعني يقف هذا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بناء على ما قدمته دولة جنوب أفريقيا النهاردة الحقيقي كان الرد من الجانب الإسرائيلي ردود وهي قائمة من ردود اللي يبدو أنها مش في محلها أبدا أشبه بمجموعة من الادعاءات أنه جنوب أفريقيا مرتبطة أو لها علاقة بجماعات إرهابية وليها علاقة بحماس وأنه الفصائر الفلسطينية هي اللي بالعكس بقى هي اللي بتمارس الإبادة الجماعية ضد الإسرائيليين والممثلين القانونيين الستة اللي موجودين دفاعا عن إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية قالوا أنه أصلا محكمة العدل الدولية مش جهة قضائية على الشكاوى المقدمة من جنوب أفريقيا لأنه الموضوع هنا بيتعلق بقوانين النزاع المسلح وليس الإبادة الجماعية الحقيقة كواليس كتير في المحكمة يعني يمكن دفوع إسرائيلية ضعيفة ويعني الموضوع كله مصور بالصوت والصورة أمام العالم العالم كله عندنا المئة يوم بيشوفوا إبادة جماعية بتحصل تجويع لهذا الشعب الفلسطيني رفض إسرائيلي مرة واثنين وثلاثة وعشرة لدخول المساعدات لقطاع غزة ويمكن هنا كانت دول المصري واضح وجلي في مطالبة العالم كله والجانب الأمريكي لتسهيل دخول المساعدات من رفح لقطاع غزة لتعنت الجانب الإسرائيلي الحقيقة في ردود أفعال كبيرة وخصوصا من الصحف العالمية ويمكن هنا أروح لجاردين البريطانية اللي قالت في عنوان لها أي قرار للمحكمة الدولية سيمثل ضربة موجعة لإسرائيل بالتأكيد لأنه مجرد مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية نقطة يعني فاصلة في القضايا الفلسطينية وفي تاريخ القضايا الفلسطينية سمعت إسرائيل أمام العالم لطول الوقت بتدعي ادعاءات كاذبة علشان تقول إنها بتدافع عن نفسها بالعكس ده هي اللي بيمارس ضدها كل هذه البشاعات أعتقد السورة دي النهاردة بكل اللي العالم شافه خلاص بقى يعني كلام ما ينفعش يسده أي عائل شاف وسمع اللي شافه وسمعه خلال الميت يوم لو رحنا للفاينانشل تايمز البريطانية فقالت إنه صدور حكم نهائي ضد إسرائيل في الشكوى المقدمة عليها في محكمة العدل الدولية حتى وإن كان غير قابل للتنفيذ عشان الناس اللي بتقول يعني المحكمة لا ما تقدرش توقف ضرب النار لكن الحقيقة إنه ده يوجه ضربة أخرى لإسرائيل لمكانة إسرائيل لمكانة الدول للحد النهاردة بعد مئة يوم من هذه الحرب تدعم إسرائيل على الأرض